السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا العبرار ومرحباً بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن نسلام معنا ويقولكم مرحباً بكم في قناة شو بيرديزات قناة اللي غدينتكلموا لجماب الماضي في التصريحاته ونتكلموا هناك مشكلة وحيدة في مباراة بوستسوانا يعني كل مدرب ويدين احتياطات تاوعوا كل مدرب ويشوف من جانب اللعابين من جانب حتى من الملعب حتى من الملعب وينيشوف وينتكلف الآخر وينقال لهم فيها خير نقولوا فيها خير إن شاء الله عبر ربي بعد الفوز الكبير للمنتخب الوطني الجزائري أمام زومبيا ستلعب كتيبة المنتخب الوطني الجزائري مباراةها أمام المنتخب بورتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا وينيطمح رفاقاء رئيس وهاب مبورحي لتحقيق الانتصار في هذه المباراة من أجل زمان صادرة المجموعة مبكرا قبل مباراة زومبوابي في شهر مارس المقبل نتمنى وين شاء الله عبر ربي نشوفوا المقابلة في ملعب جيد خادش على المنتخب الوطني الجزائري أنا شنك يلعب في ملاعب وين نقولوا بلي الملاعب بتاع مصر ساعدت الجزائر ليتنا وين الكورة وين تمشي وين شنك يلعبنا كونت كولومبيا مع فيليل في الملعب بتاعليل وين شنك كيفاش اللعابين يبغوا يمشوا الكورة في الأرض يبغوا الفنيات خاصة ويكونوا عندك لعابين ويكونوا عندهم فرديات لازم يكون عندهم الملعب لازم الملعب يكون أحسن وهذه هي العائق في إفريقيا وين ديفوان نديرو ما تشنين ولا ننهازمو بسبب ملعب بسبب بزيب سوالح بزيب سوالح هذه هي من الشي قضية هنا ننهازمو لا رانا نوجدو الكوب دي موند رانا نوجدو هذه إلا تصفيات تاكأس إفريقيا ولازم من المنتخب الوطني أي نتيجة لازم نتحملوها لازم نصنع كما يقول لك المنتخب الوطني اللي راه بالطريق المونديال خاصة وين نخمن أنا ما كذبش عليكم من الكوب دي موند نبغي الجزائر تشارك في الكوب دي موند نبغي نشاركه أنا نبغي كوب دي موند ما كذبش عليكم ويشنا بعد المباراة وينتكلم المدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بالماضي عن مباراة الخضر المقبلة أمام منتخب بورتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون وين حيث أكد بالماضي بأن هناك مشكلة واحدة تهدد الخضر في هذه المباراة مباراة بورتسوانا أين أكد بأن أرضية الملعب هي الشيء الوحيد الذي تقلق المدرب الخضر يعني مباراة هذه موين ما يكونش عنا لبليسي ما يكونش عنا الكارتون كما البارح كما المباراة على البارح وين فاتت سلامة نتيجة آداء أهداف بدون الكارتون مكاش الكارتون مكاش لبليسي هي الأهم مكاش لبليسي على ذيك نفرحول كلش وينتكلم بالماضي سنذهب إلى بورتسوانا من أجل الهدف واحد وهو تحقيق الانتصاب ولكن مشكلتنا هي الأرضية الميدان التي نتمنى أن تكون جيدة احنا معلبناش إلى أصطاد مليح معلبناش إلى أصطاد مليح مهم أصطاد راني شدته في أحد الباشا أصطاد شباب أصطاد شباب مهم أنه يشدته في أحد الباشا طلعوها أصطاد تاعة زومبيا أصطاد تاعة بورتسوانا أصطاد تاعة زيبابوي يعني أصطاد شباب إن شاء الله حنا ينموه ما يكونوا شكشوه كاينة حاجة برك ما يكونوا شكاينة لبليسي برك هذا مكان ما يكون شكاينة لبليسي هذه الحياة المليحة برك ما يكون شكاينة لبليسي هذاك هو تربح تربح ويخرجوا لك زوج مبليسيين زوج لعابين في التشكيلة الأساسية يكونوا في القطعة تكون قطعة أساسية في المنتخب الوطني الجزائري وتزيد تتلقى لكارتون على باك سعي بالك بس عشته لا نحن الحمد لله نحن نفوزه مكش لبليسي شا نقوله نحن المهم المنتخب الوطني الجزائري انطلاقة كانت قاوية بخمس أهدف بالآداء لغم أن الأرضية كانت ثقيلة والأمطار لكن كانوا كاينين أهدف ونتمنى وإن شاء الله بربي ونقولوا بالبورتوانة هذه اللي ما تكونش عائق أمامنا خاتش بعد غياب تأكده رسميا غياب رياض محرز عن هذه المباراة حنا المهم رغم كاينين لعبا كاينين ينجم يدير كسمه في غولي في المكان في المكانة تعمل محرز ويدير ديلور يدير ديلور نورمال باناك يشوفه ديلور شاء الله بربي رغم أنه محرز مكانة تعمل ديلور لكن ديلور عنده عنده لكاليتي باش يلعب هذاك البوست ويدير ديلور من ال trên تبقى إلى البربي الأمر إذا يلعب في المكان ويكون عندك ديلور خاتش عن الو كان استداءات في مكان زرغان كان استداءة تعدى بدبوز بدبوز يكون صانع العاب في مكان في غولي خاتش في غوليرة يخدم صانع العاب اي Rückơi كون على بلكه في غوليرة يعمل صنع ألعاب لو كان بودبوز أو آدم الوناس على الأقل بودبوز صحة الناس قال لي آدم الوناس مبليسي رغم أنه الحمد لله يا ربي اتكلمنا مع بابه قلت له يودي الحاج قلت له كيفاش كيفاش قال لي الله كان ينتظر في الاستدعاء قال لي ما جهش استدعاء وإذننا تعمقنا في العضراء قال لي يودي كين أمو خليم مهم رانا نربحو ساكل لكن عجبتنا نربحو لا نزيدونا هذا روحة أخرى هذا ما نقوله قال لي كان بودبوز في مكان زرقان زرقان سوف يستغلون زرقان المهم هو استدعاءات لا نستغلوهم لا نستغلوهم هذه الاستدعاءات هذه الحقيقة لا نحضر فيها لا نستغلوهم لا نستغلوهم من المهم ونحن نستغلوهم والناس يستغلوا هذه الهدرة وتقلوا هذا الحقيقة يذهبون إلى الهدرة وإنما تكره الله تكره الهدرة كائن لعبين أهل من زرقان هذا محرز وستردوا بالتعب وستردوا بالتعب يستمروا بالتعب وستردوا بالتعب لكن يجبون هذا اللعاب هذا العاب كبير أحسن من زرقان بألف خطرة فقط عشان الله أعلم اللي قد تلعب فيه بارادو بشتديستاتي لعاب دولي عنا شوفوا باللي لعابين مكلاسين في المرتبة الأخيرة تروح تشوفوا لهم اللي سنستوي حمد تشيبهم قال لعابين دوليين عنده ذلك 28 لعاب دولي كان عنده 33 و 31 راه باع لديهم أعمل فقط يتلم ويبدأ هل لديهم كنتمت تتموي حدا سوف ي sexy حتى يستفادون من الستدعاء واللستهجير صحتهم إلى نة مرتبات لعاب بكuu عد ما مرتبنا للتحديد من ال lovers الوصول بإلقاء مرتبات وك Jed gefاد ل start with us أعطونا استدعاء واحد استفادين منها مكاش 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 والناس يستغلوا كأن الناس خباثاء يستغلوا هذا الحقيقة لنحضرها خاتش على كل يوم كل استدعاء في بلاصة جورغان جبنا بودبوز ولا جبنا آدمل والناس محرز محرز مجاشي في بلاصة يلعب في غولين مكانات تاعه الأصلية وصنع ألعاب يلعب بودبوز ويلعب آدمل والناس بدون حسابات محرز 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 بدون حسابات لكن يقول هل سوف يدير زرقان صانع ألعاب والله ما يديرها والله ما يديرها البرح 45-45-43 وما يدخلوا مئة من شوية خاتش على جابة لكي يدير الوصطاتي وصعيك عاونها 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 وصعيك لكي يدير الوصطاتي هذا مكان وصعيك من هذا من هذا الزرقان سوف يقولون لا ترى هذا السؤال سأقول لكم خاتش رقصانة في الندوة الصحابية قالوا أنه لا يدير حضانة تحيي الجزائر